It's never too late يعني الوقت عمره ما بيتأخر لحد السنين لقدامي فوقته وقت الانفصال وكده لأ هو كان أول مرة بقى هو اللي يتكلم ويقول كل كان كل اللي جواه ببسط جدا وحد يقولي كذا وكذا 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 وقعد يتكلم معي فحسيت لو أنت كنت فيه هو أنت كبيرة أيها عشان كده كمان العلاقة كان أنا الكبيرة وهل مشاعر فرح ونور كده برضه ولا عدوا منطقة الفضر فيجر دي لأ أنا ممكن أكون بسيبق الله ممكن هم كمان بس أنا أكتر واحدة يعني عشان أنا عشت أكتر واحدة معاه بس هم لأ هم هم تمام بس أنا حساسة زيادة أنا واحدة حساسة ممكن يكون حساسة زيادة وإنسانة كنت في المدرسة كنت أكتر واحدة يعني ماشي يا جنب الحيت قوي عشان مش عايدة أغلط عشان بابا هو اللي كان لازمي أنا أنا كنت كده عارفة الإحساس ده طفلة إنتي بتحميلي نفسك كمان مشاعر مش مش مطلوبة أو مش متوفرة الكلكشن اللي إنتي قلتي ده خلاني أروح معاكي للتجربة اللي مرتي بيه يعني إنتي مرتي بتجربة كلين أنا أول من عايشها يعني معاكي هنا أو أنتي وأطراف التجربة كلها أنا عاشتها معاكي هنا وبعدين دخلتي في مود إنه المدام وأنا ساعات كنت ما بحسش إن كنتي يعني المدام اللي هي هتقوم بقى تروأ البيت وتطبخ والمدام كده أيو لا أنا بقول لك الحاجة أنا كنت سات بيت شطرة جدا والله عشان متعلمة من موما الترتيب وأنا بوسي أنا ما مطبخش بس بدير حلو قوي بدير البيت والأكل والأكل أنا كده قوي زي موما في الحاجات دي طب التجربة دي نتج عنها إيه في الآخر والله أنا عايز أقول لك أنا أفتح لك قلبي أفتح قلبي أفتحه قوي احنا عديلنا فضفة دي حمالي نعم بوسي أنا في الأول خالص أنا عندي من نسبالي الجواز مفيش حاجة يسمها أنا أصلا يعني عمري ما تخيل إن في حاجة يسمها طلاق من عمري ما تخيلها يعني أنا هتجوز هفضل عارفة الفيديوهات اللي هي الراجل وسط الكبار بيقو في المطار أنا دول أنا دي أنا كده الحب بتاعي بيبقى كده فبالنسبالي إن أنا أمر بتجربة كبيرة قوي وأنا ممكن ربنا عارف إن أنا ما قدرش أتحملها جابها لي بتمهيد جابها لي تمهيديا كده بثمان شهور عشان أتمهد إن الموضوع ده هيحصر لو كانت حصل مرة واحدة كنت هتعب قوي لأن أنا ما أنا ما أنا حساسة جدا أنا حساسة قوي قوي وأنا روتينية يعني ما ينفعش للحاجة أغيرها يعني أنا لما بصحب ديونا بعمل حياة معينة ما ينفعش مرة واحدة لحياة تختلف لما تختلف أنا بالنسبالي هو إد لأ أنا حتلقني اتهزيت لما حصلت لأ طبعا أنا يعني حسيت بإيه ده ده فيه في الدنيا يعني عادي ما حصل لي كده يعني إيه ده طب ما حصلت لهي فتعلمت منها كثيرا وأقولتها لحاجة لو رجع بي الزمن مش أقول لأ ياريتني ما دخلتش التجربة دي لأ أخشها وهتعلم لأن أنا مش هتعلم غير لما تقرس ودني يعني أنا إنسانة اللي هو هبقى سازجة قوي بحيث أن أنا بحيث كده بحيث أنني سازجة قوي وسدق قوي وبتاع لازم أتخبط جامد عشان لأ أختار واركز بعد كده